بشرت سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج استقبال الناخبين البحرينيين في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية لاختيار مرشحيهم في 34 دائرة انتخابية وقد فتحت السفارات والقنصليات المعتمدة كمراكز انتخابية في الخارج أبوابها من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابع مساء حسب التوقيت المحلي في 29 مدينة حول العالم وأوضح المستشار عبدالله حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء المدير التنفيذي للانتخابات أن نتائج الاقتراع في الخارج سوف تضاف إلى نتائج الاقتراع في المملكة يوم السبت القادم شاكرا جميع الناخبين في الخارج على مشاركتهم في إنجاح العملية الانتخابية في الدور الأول ومؤكدا على أهمية مشاركتهم في دور الإعادة لإتمام عملية الاقتراع